أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الكلام في أصول الكافي باب حدوث العالم وإثبات المحدث يبدأ الكلين رضوان الله تعالى عليه كتاب الكافي بباب العقل ثم بعد ذلك باب العلم وبعد ذلك كتاب التوحيد لأن العقل والعلم هما أساس معرفة الإنسان بالرب سبحانه وتعالى ولذلك قدم باب العقل والعلم على كتاب التوحيد فإن إثبات الخالق إنما يكون بالعقل ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن حينما يقيم الأدلة على التوحيد يذكر العقلاء لآيات لأولي الألباب واللب هو العقل الخالص لآيات لقوم يعقلون فإذا الإنسان كان ذا عقل ثم استعمل عقله لكشف الحقيقة وأضاف العلم إلى العقل لأن العلم كالعكازة التي تساعد العقل في فهم الأمور بعد ذلك بعقله وبعلمه يكتشف أن لهذا الكون خالقا وأن خالقه يمتلك صفات الكمال وهو منزح عن صفات النقص لكن الإنسان إذا عطل عقله فحينئذ لا يمكنه الوصول إلى الحقيقة فكم من عاقل سقط في الهوي بسبب تعطيله لعقله المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك سائر الأنبياء هؤلاء لم يكونوا مجانين بمعنى الجنون وإنما كانوا لا يستعملون عقولهم وتعطيل العقل هو آثة كبرى ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن يستثير عقول الناس وحتى الأنبياء العظام هؤلاء مهمتهم تبتدئ من استثارة عقول الناس وفي نهج البلاغ في خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين فيها مسائل مختلفة ترتبط بالتوحيد وبالنبوة وبغير ذلك يبين الحكمة من بعث الأنبياء فيقول وليثيروا لهم دفائن العقول يعني عقولهم التي دفنت تحت ركام من التربية السيئة أو من العادات القبيحة أو من الشهوات والإغراءات الشيطانية الأنبياء يأتون ويستثيروا هذه الدفاء يخرجوها لكي يرى الناس الحقيقة فيتبعوها ولذلك في كتاب الكافي الشريف كان باب العقل والعلم قبل باب التوحيد ثم لا يخفى أن العقل كما يرشدنا إلى وجود خالق وأن هذا الخالق منزه من النقائص وأنه ذو كمالات كذلك هذا العقل يرشدنا إلى أنبياء الله العظام لأنه لا يمكن أن نثبت نبوة الأنبياء عبر غير العقل لأن العقل هو الذي يرشدنا إلى نبوة الأنبياء وبعد أن أرشدنا العقل إلى وجود الله وإلى توحيده وإلى نبوة الأنبياء فهنا يأمرنا بأن نصدق الأنبياء في مقالاتهم وكلما جاء به الأنبياء لا يتعارض مع العقل إطلاقا لأن العقل حجة الله الباطنة والأنبياء حجة الله الظاهرة ولا يعقل التناقض والتنافي بين الحجتين التي جعلهم الله سبحانه وتعالى لإرشاد الإنسان فلذلك لا تنافية بين ما يقوله الأنبياء وبين ما يكتشفه العقل نعم هناك نقاط قد لا يتمكن العقل من الوصول إليها لأن العقل قد يكتشف بعض الأمور ولكنه يجهل أكثر الأمور فلذلك لا يحكم على المجهول العقل لا يحكم على المجهول يعني لنفرض أن إنسان أخذ بيده شيئا مجهولا لنا ثم قال لنا ما في يديه هنا العقل يرشدنا إلى بعض الأمور الكلية أنه لا يعقل أن يكون في هذه اليد شيئا أكبر من هذه اليد هذا الشيء يكتشفه العقل لأنه من الأساسيات والمسلمات ولكن تفاصيل هذا الشيء مجهول لدى العقل ولذلك يقول أنا لا أحكم بالشيء بخصوصه العقل لا يحكم على الشيء المجهول ففي المسائل التي لا يتمكن العقل من الحكم عليها لجهله هنا الأنبياء يبينون التفاصيل ولذلك في مسائل التوحيد الأمور التي يكتشفها العقل لا يعقل أن تتناقض مع ما دعا إليه الأنبياء وإذا وجدنا تناقضا بين العقل القطعي وبين ما نسب إلى الأنبياء فنعلم أن ما نسب إليهم إنما كان كذبا عليهم مثلا حينما تقرأ التوراة أو حينما تقرأ الإنجيل تجد في الإنجيل أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابنا للرب هل يعقل أن يكون هذا الكلام صدر عن عيسى عليه الصلاة والسلام كلا لماذا لأن العقل بحكم قطعي يحكم بأنه يستحيل أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد لا بالمعنى الحقيقي للولد ولا الولد بالتبني بالمعنى الاعتباري والمجازي فإذن هذا الكلام المنسوب إلى نبي الله عيسى هذا الكلام كلام باطل لم يصدر منه وإنما كذب عليه أو إذا وجدت في التوراة أن يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يصارع الرب مصارعة وأخذ النبوة من الرب بالقوة نعلم بأن هذا الكلام كذب وكذب على موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام وهذا ليس من التوراة التي نزلت على موسى وإنما من التحريف الذي طالها لماذا لأن نعلم علما قطعيا بحكم العقل بأن الله ليس بجسم وأن الله ليس ذا حد وأن الله ليس عاجزا وأن النبوة لا تنتزع من الله انتزاعا وإنما هي استفاء من الله سبحانه وتعالى فحينما علمنا بهذه الأمور بالحكم العقلي القطعي نعلم بأن ما نسب إلى موسى في التوراة المحرفة إنما هو كلام محرف وهو كلام باطل وكذلك إذا راجعنا روايات بعض الطوائف الإسلامية نرى أن هناك بعض الأمور نسبت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الأنبياء وهي تصطدم مع العقل القطعي كما رووا أن الله سبحانه وتعالى يركب على حمار وينزل في ليالي في ليالي الجمع من السماء السابعة إلى السماء الأولى نحن نعلم بأن هذه الرواية مكذوبة على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن هذا الكلام يتصادم مع العقل القطعي الله ليس بجسم الله لا يركب شيئا الله لا يحتاج إلى النزول الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء لا يحيط به السماء السابعة ولا السماء الأولى وأنه لا يحتاج إلى النزول فإذن نعلم بأن هذه الرواية مكذوبة وليست رواية صحيحة لكن هناك بعض التفاصيل التي يجهلها العقل فحين إذن هذه التفاصيل التي يجهلها العقل لا يحكم فيها فنحن في هذه المرحلة نأتي إلى الروايات نميز غثها عن سمينها صحيحها عن سقيمها وحين ذاك نصل إلى النتيجة الصحيحة بشارط أن نأخذ هذا العلم من عين صافية وهم الرسول صلى الله عليه وآله وبعد الرسول آل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين ثم ينبغي الإلفات إلى نقطة هامة جدا المعتقدات تنقسم على ثلاثة أقسام القسم الأول العقائد التي يجب على كل أحد أن يعرفها فإذا جهلها هذا الإنسان يخرج عن الإيمان إلى الكفر مثلا الاعتقاد بوجود الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه رسول الله والاعتقاد بالمعاد هذه أمور إذا الإنسان جهلها ولو كان جهلا قصوريا كان إنسان يعيش في مجاهيل مناطق نائية جدا ولم يتمكن من الوصول إلى هذه الحقيقة فهذا الإنسان يكون كافرا نعم إذا كان معذورا في جهله فإن الله سبحانه وتعالى عادل لا يعاقب الإنسان على أمر جهله عن قصور وليس عن تقصير إذا كان جهله عن تقصير فالجاهل المقصر كالعامد لكن إذا كان جهلا عن قصور فإن هذا الإنسان قد يكون معذورا ومن العقل القطعي أن عقاب هذا الإنسان على ما يجهله هذا قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم مثلا في بداية الدعوة كان هناك ناس يعيشون في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ويعيشون في أقاص الصين وهؤلاء الناس حينما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رسولا هؤلاء هؤلاء ما كانوا يعلمون بالنبوة فلذلك ما كانوا يعتقدون عدم اعتقادهم هو سبب للكفر لأن هؤلاء كانوا كفار لكن في جهلهم بهذه النبوة معذورون لماذا لأنهم كانوا قاصرين عن الوصول إلى هذه الحقيقة وأن هذه الحقيقة لم تصلهم فلذلك معذورون وسيأتي إن شاء الله في بحوث قادمة إن الله سبحانه وتعالى يمتحن الجهال القاصرين في يوم القيامة مرة أخرى فمن نجح منهم في الامتحان لا يعذب ومن سقط في الامتحان يلقى به في نار جهنم لأن الله ليس بظلام للعبيد وهكذا يقال بالنسبة إلى أطفال الكفار الذين ماتوا وهم صغار يعني طفل عمره مثلا سنة من أطفال الكفار هذا مات فهذا يعاقب هذا خلاف العدل بل ظلم هو محكوم بالكفر لأن عبويه كافران والأطفال يتبعون آباءهم أن يعاقب ظلم ولكن أن يمتح المرة أخرى وفي ذلك الامتحان إن نجح لا يعاقب وإن فشل في ذلك الامتحان وسقط يعاقب فهذا أمر هو عين العدل وكذلك مجانين الكفار وهكذا الناس الذين لم تصلهم الدعوة بقصور منهم لا بتقصير فهذا القسم الأول من المعتقدات المعتقدات التي عدم الاعتقاد بها ولو عن جهل تساوق الكفر هذه المعتقدات يجب على كل إنسان أن يعتقدها بدليل لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتقد بوجود الله لأن أبويه هم اللذاني قال له بأن الله موجود وإنما يجب أن يعتقد بوجود الله وبتوحيده عن دليل طبعا لا يشترط أن يتمكن من التعبير عن هذا الدليل بطريقة فنية التي تعارف عليها العلماء في كتبهم وتستر في كتب العقائد وإنما يكون هناك دليل في ارتكازه هذا الدليل يوجب له القطع بتوحيد الله سبحانه وتعالى كطريقة تلك العجوزة التي سألها الرسول صلى الله عليه وآله وكانت تحوك بجهاز الحياكة فقال لها بمتى استدلين على ربك فأوقفت يدها من تحريك جهاز الحياكة وقالت بهذا يعني هي أشارت إلى دليل أن المصنوع يحتاج إلى صانع والمتحرك يحتاج إلى محرك وأن الأثر من غير وجود المؤثر مستحيل ووجود الأثر يدل على وجود المؤثر هذه العبارات التي هي عبارات علمية تشير إلى هذه الحقيقة هذه العجوز ما كانت تتمكن من التعبير بهذه التعابير ولكنها نفس هذا الاستدلال كانت تعرفه وعملا بيّنت هذا الاستدلال بإيقاف تحريك هذا الجهاز فإذن يجب على الإنسان أن يعتقد بهذه المسائل وعن دليل لا عن تقليد لآبائه ولمجتمعه لأن التقليد في مسائل أصول الدين من القسم الأول هذا التقليد مذموم ولذا الله سبحانه وتعالى ذم الذين اتبعوا آبائهم في الباطل إنا وجدنا آبائنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون هؤلاء كانوا يقتدون بآبائهم وعطلوا عقولهم فلذلك الله سبحانه وتعالى ذمهم على هذه الحالة والمسلم يجب أن لا يعطل عقله وإنما بعقله يستدل بهذه المعتقدات الصحيحة هذا القسم الأول من الأمور العقائدية وفي هذا القسم الأول لا يكفي الظن والظن مذموم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا يجب أن يكون بقاطع يعني الإنسان يكون بيقين بهذه المعتقدات عن طريق الاستدلالات العقلية ولو الارتكازية القسم الثاني من المعتقدات هي معتقدات إذا جهلها الإنسان لا يكون كافرا ولا يخرج من الإيمان إلى الكفر ولكن جهلها يوجب الظلال بمعنى أن هذا الإنسان مسلم لكنه ظال كبعض المعتقدات المرتبطة ببعض التفاصيل في مسائل التوحيد وفي مسائل النبوة يعني مثلا إذا هناك إنسان لا يعتقد بعصمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هذا الإنسان يعتقد بأنه نبي من الله سبحانه وتعالى ويعتقد بشريعته لكن لا يعتقد بعصمته هذا الإنسان ليس بكافر لأنه يعتقد بالتوحيد ويعتقد بالنبوة ويعتقد بالمعاد ولكنه ظال لماذا؟ لأنه هذه المسألة مطلوب من كل مسلم أن يعتقد بها ويجب عليه فترك هذا الواجب يوجب الظلال أيضا هذا القسم من المعتقدات التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها إذا كان هناك شخص لا يعتقد بها ظالا هذا القسم من المعتقدات أيضا يجب أن يكون اعتقاد الإنسان بها عن دليل وعن دليل قطعي فلا يكفي فيها الظن القسم الثالث من المعتقدات المعتقدات التي لا يجب على الإنسان تحصيلها يعني مثل بعض تفاصيل البرزخ ويوم القيامة والجنة والنار هذه تفاصيلها هذه أمور ترتبط بالمعتقدات ولكن لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعتقد بتفاصيل البرزخ والقيامة والجنة والنار نعم يجب علينا أن نعتقد بالبرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وأن نعتقد بيوم القيامة وأن نعتقد بوجود جنة ونار لكن تفاصيل النار تفاصيل الجنة ليس من المطلوب لدينا أن نعتقد بها نعم إذا إنسان علم بها يجب أن يعتقد يعني يعقد قلبه بتصديقها يعني مثلا إذا قرأ آية من القرآن مثلا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إذا قرأ هذه الآية وفهم معناها يجب أن يعتقد لأن فيه تصديق لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وآله لكن إذا هو لا يعتقد بهذه الأمور لجهله بها لا بأس بذلك نعم رتبته تكون رتبة منخفضة لأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فبناء فبناء على ذلك هذا القسم الثالث من المعتقدات التي لا يجب على الإنسان أن يعتقد بها ولكن إذا وجدها في القرآن أو في السنة الصحيحة وجب عليها أن يعتقد بها تصديقا لله وتصديقا للرسول هذا القسم الثالث لا يشترط فيه القطع واليقين ولا يحتاج إلى دليل قطع أو دليل اليقيني وإنما يكفي فيه وجود الدليل المعتبر يعني إذا قام هناك دليل معتبر على هذا الأمر رواية هذه الرواية سندها معتبر ولو الرواية التي سندها معتبر لا توجب اليقين باعتبارها خبر واحد والخبر الواحد ظن يوجب الظن المعتبر عادة إلا إذا كان محفوفا بالقرينة فيوجب العلم الخبر الواحد يوجب الظن لكن هذا الظن حجة بتفصيل ذكر في علم الأصول فبناء على ذلك في هذا القسم الثالث إذا الإنسان بخبر واحد معتبر وجد أمرا يرتبط بهذا القسم من المعتقدات يجب يجب عليه التصديق بهذا الخبر والاعتقاد بما هو مذكور في هذا الخبر لماذا؟ لأن حجية الخبر الواحد إذا كان سنده معتبرا فإن حجيته تعني أنه إذا كان يرتبط بالعمل فالإنسان يعمل على طبقه كما في الأحكام الشرعية غالب الأحكام الشرعية تفاصيلها ثبتت بالأخبار الواحدة المعتبرة فيجب على الإنسان أن يعمل على طبق هذه الأخبار بتفصيل مذكور في الفقه وإذا كان متعلق الخبر أمر يرتبط بالمعتقد فلازم يعتقد بما في هذا الخبر صحيح أنه ليس المطلوب منه العمل على طبق هذا الخبر لأن ما يوجد في الخبر ليس فيه تكليف عملي لهذا المكلف ولكن فيه تكليف اعتقادي فيجب أن يعتقد يعني لو كان هناك خبر مثلا صحيح السند عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه خبر من أخبار مثلا موسى عليه الصلاة والسلام أو بيان منزلة أو مقام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الخبر ليس فيه تكليف عملي لديه ولكن يجب علي أن أعتقد بمضمون هذا الخبر لماذا؟ لأنه ثبت بطريق معتبر وليس هو من القسم الأول أو من القسم الثاني الذي لا يكفي فيه الظن وإنما يجب فيه اليقين وإنما هو من القسم الثالث الذي يثبت بوجود خبر واحد ونحن نذكر هذه النقطة لأنه شاهدنا أن بعض الأشخاص يرفضون بعض الأخبار الصحيحة الواردة في مجال الاعتقادات باعتبار أن مجال الاعتقادات بحاجة إلى يقين وهذا الخبر الصحيح لا يوجب إلا الظن فلذلك يرفضون كثير من المعتقدات مع أن هو خلط بين القسم الأول والثاني والثالث في القسم الأول والثاني يلزم أن يكون هناك أدلة قطعية يقينية لكن في القسم الثالث لا يلزم أن يكون هناك أدلة قطعية وإنما نحن بحاجة إلى دليل معتبر يعني حج شرعا حتى إذا كان من أخبار الأحاد وبعض مقامات الرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة على جميعهم الصلاة والسلام هذه المقامات ثبتت بأخبار صحيحة وليست تلك الأخبار متواترة حتى توجب القطع لكنها أخبار صحيحة فلذلك يجب على الإنسان أن يعتقد بهذا الخبر الصحيح وأن لا يرفضه وخاصة إذا كان مشهورا بين العلماء إذا اتضح ذلك نأتي إلى بحثنا وهو أنه الإنسان يجب أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى وإعتقاد يجب أن يكون بدليل قطعي وهذا الباب الأول من أصول الكافي من كتاب التوحيد باب حدوث العالم وإثبات المحدث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا العالم وأن العالم محدث يعني حادث لأن العالم لم يكن ثم كان هناك ثلاثة اتجاهات هذه الاتجاهات الآن موجودة الاتجاه الأول الاتجاه العقلي الصحيح الذي دلت عليه الدعوة الأنبياء أن هذا العالم لم يكن كان عدما محظا ثم إن الله سبحانه وتعالى أوجده فهذا العالم حادث وليس قديما وليس أزليا هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني اتجاه بعض الفلاسفة هؤلاء يعتقدون بأن العالم قديم زمانا ومقصودهم من القديم زمانا هو أن الله إلا لهذا العالم العالم مخلوق والله إلا لهذا العالم ولكن لا يعقل انفكاك العلة عن المعلول يعني لا يعقل وجود نار من غير حرارة ووجود نور من غير إضاءة فلذلك باعتبار أن الله هو العلة فلذلك العالم قديم فالله قديم ذاتي لأنه هو العلة والعالم قديم زماني لأنه هو المعلول وسنبين في هذه الجلسة أو الجلسات القادمة بطلان هذا المعتقد وأن الله سبحانه وتعالى ليس علة مضطرة الله سبحانه وتعالى علة مختارة والعلة المختارة يمكن أن تنفك عن المعلول بتفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى الاتجاه الثالث هو الاتجاه المادي الماديون هؤلاء يعتقدون بأن العالم ليس له خالق سابقا كان اتجاههم هكذا أن العالم وجد صدفة يعني لم يكن شيئا ثم صدفة صار هذا الشيء لكن هذا الأمر سخافته وبطلانه واضح جدا أن هذا العالم العظيم يوجد من العدم بدون علة آمر خلاف العقل أنت لا تقبل بوجود جهاز صغير من غير علة ساعة لا أي طفل لا يقبل بأنها وجدت من نفسها صدفة فكيف بهذا العالم أنه يوجد صدفة بدون علة فهذا أمر بديهي البطلان ولذلك الماديون الجدد هؤلاء أرادوا أن يحفظوا على روح المادية التي يعتقدون بها ولكن مع طريقة يحاولون أن تعارضها مع العقل يزيلوا لأنهم يدعون إلى العقل وإلى العقلانية فكيف بأن تكون آصل معتقداتهم خلاف العقل مرة هم يدعون إلى تعطيل العقل ويتحولون إلى سوفستائيين فهو وشأنهم ولكن حيث يدعون إلى العقل وإلى العقلانية لكن أساس وجودهم وأساس معتقدهم يبتنى على أمر خلاف العقل فلذلك حاولوا من إيجاد صيغة عقلانية لإدعاؤهم المادي فجاءوا وقالوا بأن العالم قديم من الأزل كان موجودا هذا العالم بهذه الكيفية هؤلاء الماديون الجدد فهنا ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول أن لهذا العالم خالق وأن العالم كان عدما لو صحت العبارة ثم إن الله سبحانه وتعالى أوجده وهذا هو الدين الذي بشر به الأنبياء وهو الذي يدل عليه العقل أيضا الاتجاه الثاني الاتجاه لبعض الفلاسفة أن العالم مخلوق لكنه قديم الاتجاه الثالث اتجاه الماديون الجدد وهو أن العالم غير مخلوق ولكنه قديم يعني المادة قديمة كانت من الأزل ولم يكن هناك زمان لم تكن فيه المادة موجودة فهذه اتجاهات ثلاثة هذه الاتجاهات الثلاثة كانت موجودة في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام في زمان الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن الاتجاه المادي موجودا لماذا؟ لأن الناس بفطرتهم كانوا يعلمون بوجود خالق ولذلك الآيات القرآنية ركزت على مسألة التوحيد المشركون كانوا يعتقدون بوجود الله ولكن كانوا يشركون يعني يعتبرون هذه الأصنام بنات لله وأنها شركاء لله سبحانه وتعالى وكانوا يعبدون هذه الأصنام أو عباد سائر الأصنام كانوا يعتقدون بأن هذا الصنم إلههم مثلا كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو جاءوا وعبدوا العجل وقالوا بأنه هذا إلهكم وإله موسى لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط المسلمين مع قوميات مختلفة مع آراء مختلفة الفلسفة اليونانية والآراء التي كانت عند حكماء اليونان أيضا بدأت تدخل في صفوف المسلمين وهناك ناس كانوا يحملون هذه الأفكار اختلطوا بالمسلمين فهذه المسألة أنه هل هناك شيء باسم الله سبحانه وتعالى أو أن العالم ليس له خالق بدأت في صفوف الناس تنطرح ولو الذين كانوا يطرحون هذه الأفكار كانوا هم أقلية ولكن حيث أن هؤلاء يثيرون شبهات فكان الأمر بحاجة إلى التصدي لهذه الشبهات مرة يكون هناك تصدي عسكري تصدي بالقامع تصدي بالقاتل هذا النوع يجب أن يكون آخر الداء الكي وليس هو أول الطرق لأنه لا يمكن قمع فكرة بسبب طلقه بسبب السلاح بسبب السيف وإنما الشيء الذي يقمع الفكرة الباطلة الفكرة الحق الحق هو الذي يقمع الباطل وليس مجرد العنف قل جاء الحق وزهق الباطل يعني حينما يأتي الحق يزهق الباطل إن الباطل كان زهوق فإذا هناك صارت شبهة في ذهن البعض ليس العلاج بالقتل مباشرة وإنما القاتل أو القتال أو الحرب هذا آخر درجة في العلاج وإنما العلاج يبدأ بفكر كما أنه مثلا إذا الإنسان أبتلي بمرض الطبيب لا يأتي من اللحظة الأولى يفكر في استئصال المنطقة الموبوءة أو المنطقة التي فيها المرض وإنما في المرحلة الأولى يفكر في علاجها بالدواء فإذا أمكن العلاج بالدواء فبها إذا لم يمكن العلاج بالدواء يكون الاستئصال آخر مرحلة وليس أول مرحلة ومع الأسف الآن كثير من الجهات التي تدعي الإسلام هذه عندما تريد أن تواجه الفكرة المستورد من الشرق أو من الغرب أو الأفكار المنحرفة تتخذ من بداية المطاف العنف سبيلا وهذا عمل خطأ لأن العنف لا يتمكن من القضاء على الفكرة ولذا نشاهد أن مع وجود هذا العنف الشديد لكن الأفكار الباطلة في توسع وإنما الشيء الذي يقضي على الأفكار الباطلة هو الفكر والنقاش والبحث ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بداية الأمر ما كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى إنزال العذاب على أولئك الكفار مع أنه الحجة كانت تامة من اليوم الأول يعني اليوم الأول الذي دعا الرسول صلى الله عليه وآله المشركين إلى الإسلام الحجة كانت تامة عليهم لأنه من اليوم الأول جاء رسول الله بالمعجزة وكان يمكن في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب لكن نجد أن العذاب هي آخر مرحلة نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام تسعمائة وخمسين عاما يبلغ ثم بعد ذلك جاءت مرحلة العذاب الأقوام الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى إنما كان كان عذابه بعد أن أرسل إليهم الأنبياء وبقوا الأنبياء فترة طويلة جدا بين أولئك الأقوام وحينما لم يهتدوا فكانت المصلحة في إنزال العذاب عليهم واستئصالهم الله سبحانه وتعالى استئصالهم بل إذا كان هناك احتمال رجوعهم الله سبحانه وتعالى يرحمهم كما رحم قوم يونس هؤلاء كذبوا يونس لكن عندما أراد العذاب أن ينزل تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فكشف الله عنهم العذاب فلذلك حينما نشاهد الرسول صلى الله عليه وآله نشاهد أنه كان يبين الحجة تلو الحجة ويدحض حججهم الباطلة ويبين الحجج بالفكر بالإعجاز بالأسلوب وبغير ذلك ثم اتخذ الأساليب الطبيعية في الدعوة سنوات طويلة وهو يواصل الدعوة حتى في الأوقات التي حدث استدام عسكري بين المسلمين وبين المشركين في غزوة بادر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات حتى في تلك الحال الرسول صلى الله عليه وآله كان يضع الاحتجاج عليهم ضمن أساليب الدعوة ولذا نشاهد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مثلا في حربه مع الخوارج ذهب وأرسل ابن عباس ليحتج عليهم فحينما لم يفد الاحتجاج وبدأوا بالقتال فدفاعا قاتلهم فلذلك فلذلك حينما بدأت هذه الأفكار المستوردة في صفوف المسلمين تتغلغل الأفكار المادية تصدى لها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنقاش وبالرد ولذلك كان الزنادق والملاحدة كبارهم يقصدون الأئمة وخاصة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليناظروه والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يقبل مناظرتهم مناظرة هادئة علمية مبتنية على أساس علمي والغرض منها إثبات الحق وليس الغرض منها التهريج ولا التسقيط وإنما الغرض كان إثبات الحق فلذلك سنقرأ بعض هذه المحاججات في الحلقات القادمة إن شاء الله شخص الإمام ناقشه أكثر من مرة فلما وجده معاندا يعني هذه الحجة لا تفيد معه لا يتمكن من رد الحجة ولكن يأتي وليناقش مرة أخرى الإمام ناقشه وناقشه وناقشه إلى درجة أنه تمت الحجة عليه وكان الاحتجاج معه تضيع للوقت الإمام عليه الصلاة والسلام أعرض عن الاحتجاج معه لكن حينما كان يأتي زنديق أو ملحد بغرض المناظرة الإمام يناظره مرة مرتين ثلاث مرات إلى أن تتم الحج عليه وبعضهم اهتدى وبعضهم أصر في عناده فلذلك لم يهتده فنلخص الكلام أن أول مسألة من مسائل التوحيد هو إثبات هذا الأمر الضروري الفطري العقلي بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خالق هذا الكون وهذا العالم طبعا هذا أمر فطري وعقلي ولكن باعتبار أن بعض الجهل أثار الشبهات فلذلك احتاج إلى الكلام والنقاش وإثبات هذا الأمر الفطري والعقلي ويقال العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم نقطة يعني الحقيقة هي واحدة الله موجود وهو الخالق هذه كلمتان جملتان الله موجود وأنه الخالق هذه حقيقة يعرفها كل إنسان بفطرته وبعقله لكن حينما تثار الشبهات هؤلاء الجهل يثيرون الشبهات فالتصدي لهذه الشبهات بحاجة إلى بحث وإلى كلام وإلى استخراج دفاء العقول لذلك تجد أن البحث يتضخم لأنه رد للشبهات وتركيز لهذا الأمر العقلي والفطري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر